شدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على أن هدف الدولة في هذه المرحلة يتمثل في توطين صناعة الزيوت في مصر جاء ذلك خلال الاجتماع الذي تم فيه البحث في التوسع في إنتاج الزيت الخام محليا حيث أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تعمل على التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية عبر توفير التقاوي المطلوبة وكذا تشجيع الزراعة التعاقدية كما أكد مدبولي أنه من المقرر أن تتم زراعة نحو 150 ألف فدان فول صوية هذا العام على أن تزيد هذه المساحة إلى 500 ألف فدان في العام القادم